قليني اقول لكم ان تبقى للمعلومة اللي عندنا دلوقتي حالا في اللحظة الحالية ان فيه ازمة كبيرة ومشكلة في قيد مودست مع النادي الاهلي لخوض مباراة اتحاد العاصمة بعد غد في السوبر الافريكي حتى الان النادي الاهلي بيحاول مع الاتحاد الافريكي لقرة القدم انه يقيد مودست تبقى للوايح اللي هي تبدو غير واضحة بالمرة لكن مش معقول ابدا انه هيكون النادي الاهلي يواخد مودست معاه السعودية عشان يفسحه لأ الاهلي يواخده عشان عارف وواصق ان اللوايح بتطيح لي قيد اللاعب ويقدر استفاد منه فبالتالي لو تم استبعاد مودست من مواجهة مباراة اتحاد العاصمة في السوبر الافريكي مش هيكون بسبب عدم الجاهزية بالمناسبة اللاعب جاهز جدا اللاعب جاهز جدا لخوض اللقاء واخبالك لكن في نفس الوقت في نفس الوقت دي صورة من مران اليوم في نفس الوقت الازمة بخصوص كيد مودست هتكون سبب استبعاد اللاعب من المباراة وفيه غضب كبير جدا داخل النادي الاهلي تجاه الكاف الاتحاد الافريكي اللقاء وتقضى والمحاولات ستستمر بالنادي الاهلي خلال الساعات المقبلة حتى موعد الاجتماع الفني غدا الاجتماع الفني اللي بيصبح كل مباراة ب24 ساعة حيكون فيه تواصل مع افريكي ومحاولات مستمرة على مدار الساعات المقبلة المحاولات حتستمر لحد موعد الاجتماع الفني لعل وعسى الاتحاد الافريكي يوافق على قيد اللاعب لكن تبقى برضو اللي عرفناه ان الاتحاد الافريكي مبرره مبرره ان انت ما تقدرش تقايد صفقة جديدة ما تقدرش تقايد صفقة جديدة وتقدر تستبدل بعد ما بعدت القايمة الاولى خلي بالك لان هنا فيه برضو ممكن حد يقولك ايه لا اما انت طيب ما زي ما يقايدش صفقة جديدة ما هو فيه فترة قيد مفتوحة في شهر تسعة ده الحقيقي الاهل يقدر يقايد اللاعب طيب ما قايده محلين يقايده افريكية بس اتحاد الافريكي المبرر اللي وصل لنا لحد دلوقتي ان الاهل يقدر يبدل لعب مصاب بلاعب قريدي عنده مش صفقة كون لسه جاي مش صفقة كون جديدة بس ده يتنافى تماما مع ان بابو القيد مفتوح ويتنافى تماما مع اللايحة اللي مش وضحها الكلام ده فانت دلوقتي القيد مفتوح في الاتحاد الافريكي شهر سبعة شهر تمانية وشهر تسعة تمام فبالتالي وشرحنا لحضراتكم الحتة دي قبل كده فليه النادي الاهلي مستفيدش بصفقة كون جديدة طالما القيد مفتوح وطالما انا كنادي اهلي مثلا قدرت ان انا اعيد لعب بتاعي محليا وكد المحلي عندي مفتوح فبالتبعية اقدر اعيده افريكيا طالما القيد في الاتحاد الافريكي مفتوح اذا اين مبرر لحد الوقت يفيش اي مبرر منطقي لحد الوقت يفيش اي مبرر منطقي ولا بطالب وبناشد الاتحاد الافريكي لكرة القدم انه يوضح اللوايح بتاعته وننشره على الصيد بتاعه بمختلف اللغات عشان ما فيش لغة بمختلف اللغات تمام لان انت عندك دول باللغة الفرنسية واللغة الانجليزية واللغة العربية واللغة البرتغالية وكلام من ده فلأ وضح كل حاجة ده دورك كالتحاد الافريكي انا بقول لسه بقول لكم ان انت خبط فضيع داخل الاتحاد الافريكي لقرة القدم يعني لكن بصراحة لوحك كاف عجب عجب العجاب حاجة صعبة جدا حتى هذه اللحظة مودست خارج مبارات اتحاد العاصمة الا اذا نجح النادي الاهلي في محاولاته مع الاتحاد الافريكي لعل وعسى بكرة يتم كده اللاعب وكل شيء حيبان بعد الظهر كده في اعقاب الاجتماع الفني للنادي الاهلي مع نظيره الجزائري طبعا اتحاد العاصمة ده بخصوص موضوع مودست في المفاجأة خلال هذه اللحظات اما فيما يتعلق بكلام انتشر على مدار الساعات اللي فاتت باحتمالية تعاقد النادي الاهلي مع صفقة جديدة ولعب مصري محترف في الخارج وكلام من ده كل الكلام ده جماعة بح خلص واندو النادي الاهلي افل النادي الاهلي مش حيتعقب مع اي حد لكن خلينا اقول لك على حاجة مهمة جدا بيعملها دلوقتي مسؤولين في داخل النادي الاهلي تمام ايه هي ان الادارات المختلفة داخل النادي الاهلي دلوقتي بتشتغل على تجهيز احتياجات الفريق من دلوقتي سواء بقى للشتاء او للسف اللي جاي على حسب ما الراجل يكون عايز سكولر فالادارات الموجودة بتشتغل الادارات الموجودة بتجهز نفسها عشان لما الراجل يكون عايز حاجة تكون جاهزة يدي له كل الاختيارات هو يبص ويختار ده اللي بيحصل دلوقتي داخل النادي الاهلي من دلوقتي مش من لما يناير يقرب مثلا ولا لما مثلا شعر سبعة ولا تمانية يقربوا لا فدي جزئية مهمة لكن حتة ان المصطفى اشرف ممكن يجي النادي الاهلي او ممكن ان يحصل مفاوضات خلال الساعة المقبلة يا جماعة كنت حقيقة في البكرة انا بقولك ما فيش اي صفق جديدة للنادي الاهلي لمصطفى اشرف ولا غيره لحد بكرة واللعب لم يقترب للنادي الاهلي ولا يوجد اي نوع من انواع المفاوضات حاليا ما بين النادي الاهلي ومصطفى اشرف حاليا رغم ان فيه عجب مستوى اللاعب المناسبة وكان فيه تواصل قبل كده من ثلاثة اربع سبيع لكن فيه ما بعد لم يحدث اي تواصل خالص من ساعة اخر تواصل ما بين النادي الاهلي او مسؤول النادي الاهلي هو اللاعب اللي قدام حرككم على السورة مصطفى اشرف المحترف